أطلق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي المرحلة الثامنة من قوافل ستر وعافية لأهالي قرية أوليلة التابعة لمركز ميدغمر بمحافظة الدقهلية بمشاركة أكثر من 15 كيانة من كيانات التحالف الوطني لتقديم خدمتها لأكثر من 10 ألاف مستفيد ويأتي تنفيذ قوافل ستر وعافية لتوجهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم الفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقا وتماشيا مع جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وفقا لخطة الحماية المدنية الخاصة بالتحالف والتي تم وضعها لتقديم الدعم اللازم للأسر الأكثر احتياجا بجميع محافظات الجمهورية لتخفيف العبء عليهم وتذلك حدة الأثار السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية